يتراجع الأمل بالعثور على أحياء في تركيا وسوريا بعد أكثر من مئة ساعة على زلزال عنيف قضى في أكثر من 21 ألفاً وسبعمائة شخص في إحدى أسوأ الكوارث في المنطقة منذ قرن هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد الذين تضرروا بالزلزال قد يبلغ 23 مليون شخص بما في ذلك في سوريا بينهم نحو خمسة ملايين في وضع هش ترجمة نانسي قنقر